بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العين معكم مستر محمد السيد السلموني محمد ومرحبكم على قناة STC سلمونة ريدنج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم ما هو مؤشر ماجد وما هي طريقة استخدامه في التداول مؤشر ماجد من المؤشرات المهمة جدا التي تقدم مجموعة كبيرة من المعلومات التي يجب على كل متداول يفكر في استخدام هذا المؤشر أن يكون ملما بها وعلى وجه العموم أنه لا يجب استخدام هذا المؤشر أو غيره من المؤشرات الأخرى بمفردها دون الاستعانة بباقي عناصر التحليل الفني مثل الدعوم والمقاومات وخطوط الترند وما إلى ذلك في هذه المحاضرة سوف نتناول إن شاء الله العناصر الآتية بالشرح والتفصيل رقم واحد التعريف بالمؤشر ما هو مؤشر ماجد رقم اثنين ما هي مكونات هذا المؤشر رقم ثلاثة ما هي أهم استخداماته في التداول رقم أربعة سنتناول استراتيجيات قوية جدا باستخدام مؤشر ماجد أولا ما هو مؤشر الماجد MACD اختصار للجملة Moving Average Convergence Divergence ويعتبر هذا المؤشر مؤشر لمعرفة الزخم والاتجاه يعتبر أحد أكتر المؤشرات الفنية استعمالا في التحليل الفني للعملات والأسهم والأسواق المالية كافة تم إنشاءه في أواخر السبعينات يمثل مؤشر المجد أحد أفضل مؤشرات متابعة الاتجاه التي صمدت أمام اختبار الزمن حتى القرن الواحد وعشرين يستخدم هذا المؤشر بالدرجة الأولى في معرفة الزخم والاتجاه من حيث كون هذا الاتجاه صاعدا أم هابطا ولا ذال هذا المؤشر يعمل حتى الآن ويحطي دلالات قوية جدا مع التحديات التي نشاهدها في الأسواق المالية حتى عشرين واحد وعشرين عشان كده كان لابد من إن إحنا نكون فاهمين هذا المؤشر ومعرفة كيفية استخدامه طبعا كما هو موضح على الشرط هذا هو شكل المؤشر هنتكلم في البداية عن كيفية إدراج هذا المؤشر على المنصة على منصة IQ Option ودلوقتي هناخد إعدادات المؤشر التلقائية اتناشر ستة وعشر تسعة بعد كده أختار اللون اللي يناسبني واختار سنك الخط اللي يتناسب معايا عندي كمان المستويات مستوى الصفر من بين المستويات المهمة جدا في مؤشر ماج ومش محتاجين نضيف مستويات إضافية الإعدادات الإفتراضية كافية إن إحنا نفهم كيف يعمل هذا المؤشر وكيف يمكن توظيفه مع استراتيجيات مختلفة طيب ما هي مكونات مؤشر ماجد؟ يتكون مؤشر ماجد من ثلاثة عناصر أساسية كما هو موضح بالأسفل هذا هو مؤشر ماجد اللي ظهر عندي في ثلاث عناصر بداية من مستوى خط الصفر اللي عندي في هذا المكان وبعدين عندي المتوسط المتحرك اللي ظهر باللون الأحمر وعندي أيضا الأعمدة اللي بينا باللون الأزرق وهي دي الألوان اللي احنا اخترناها في الإعدادات الأزرق خاص بالأعمدة والأحمر خاص بالمتوسط المتحرك البسيط بإعدادات تسعة اللي شفناها في إعدادات المؤشر هذه هي العناصر السلاسة التي تكون مؤشر ماجد رقم واحد مستوى خط الصفر زيرو رقم اثنين الأعمدة رقم ثلاثة متوسط متحرك بسيط SMA 9 طيب دلوقتي اللي همني كيف يمكن استخدام مؤشر الماجد بطرق مختلفة رقم واحد استخدام مستوى الصفر نحدد به الاتجاه ودي أول حاجة لازم نركز عليها ماذا يعني مستوى الصفر وكيف يمكن قراءته وما هي الدلالات التي يقدمها لنا حول الأسعار مستوى الصفر هو المستوى الذي يحدد لنا الاتجاه مقارنة بالأعمدة يعني إذا كانت الأعمدة فوق مستوى الصفر كان الاتجاه صاعد بينما إذا كانت الأعمدة تحت مستوى الصفر كان الاتجاه هابط طيب يلا بينا ناخد هذه الأمثلة مع بعض ونحاول فهمها ونستفيد منها لاحظ معي من هذا الخط رقم واحد إلى هذا الخط الرأسي رقم اثنين مؤشر المجد بيديني الأعمدة موجودة أسفل خط الصفر إذن الاتجاه هابط تبقى دي معلومة مهمة جدا بعرفها من خلال مستوى الصفر بيقول لي إذا كانت الأعمدة أسفل هذا المستوى كان الاتجاه هابط وإذا كانت الأعمدة فوق مستوى الصفر كان الاتجاه صاعد كما هو موضح على الشرط هذه أول نقطة مهمة جدا لازم يعرفها المتداول حول استخدام مؤشر المجد بالنسبة لمستوى الصفر النقطة رقم اثنين حول الأعمدة أو ما يسمى بالهستجرام هذه الأعمدة عندما يكون عندي عدة أعمدة ورى بعضه تسمى هستجرام وظيفة هذه الأعمدة تدعم وظيفة مستوى الصفر وتبين لي الزخم هل فيه زخم في هذا الاتجاه أم لا لسه أيلين من شوية إذا كانت الأعمدة تحت مستوى الصفر كان الاتجاه هابط طيب إزاي هعرف إذا كان هذا الاتجاه هابط هبوطا قويا أم هبوطا ضعيفا لاحظ معي في هذه المنطقة المحصورة بين رقم اثنين وثلاثة هتلاقي الأعمدة فيها ارتفاع وكل عمود جديد أعلى من الذي قبله بشكل ملحوظ ده معناه أنه يوجد زخم في الاتجاه يعني قوة في هذا الاتجاه وممكن يحصل تصارع في الأسعار في هذا الاتجاه اللي عندي على الشرط كما هو موضح في هذه المنطقة والعكس صحيح لما تكون الأعمدة متقاربة من بعضها البعض وبنفس الطول يكون الاتجاه ضعيف كما في المنطقة المحصورة بين واحد واثنين طبعا إحنا عارفين أن الاتجاه هنا هابط لأن الأعمدة تحت مستوى الصف وكمان دلوقتي عرفنا أن الاتجاه ضعيف لأن الأعمدة نفسها قصيرة وبنفس المستوى في الطول عشان كده ممكن تلاقي في المنطقة دي نوع من الحركة العرضية صحيح الاتجاه الإجمالي هابط لكن فيه نوع من الضعف إذن هذه هي وظيفة الأعمدة أو الهيستجرام مستوى الصف يعطي لي الاتجاه الأعمدة بتقول لي إذا كان فيه زخم في هذا الاتجاه أم لا أحب بقى بس أكد أن الأمثلة اللي احنا بنقولها دي بالإعدادات الافتراضية للمؤشر هي أمثلة حقيقية من واقع المنصة وبكده نكون عرفنا مستوى الصف ما هي وظيفته وعرفنا كمان الأعمدة الهيستجرام ما هي وظيفتها عندما تقل أطوال هذه الأعمدة فيبقى ده معناه أنه يحصل عندي نوع من التراجع في الزخم ولكن طول ما هو فوق الصف وطول ما الأعمدة فوق مستوى الصف إذن لا زال الاتجاه صاعد بينما إذا تواجدت هذه الأعمدة تحت الصف كان الاتجاه هابط والآن مع المكون الثالث لمؤشر الماجد وهو المتوسط المتحرك تسعة أو ما يسمى خط الإشارة هذا المتوسط الذي باللون الأحمر هو متوسط متحرك بسيط بإعدادات تسعة يعبر عن الإشارة وسوف نتعرف على الحالات التي يعبر فيها هذا المؤشر عن الإشارة الحالة الأولى هي حالة قوة الإشارة ما المقصود بهذه الحالة؟ للإجابة عن هذا السؤال لاحظ معي المنطقة المحصورة بين الخط الرأسي 2 والخط الرأسي 3 قلنا لما يكون العمود فوق مستوى الصف يكون الاتجاه صاعد في هذه الحالة تكون الأعمدة صاعدة ويكون فيها تصارع وزخم بين الأسعار المتوسط المتحرك تسعة اللي باللون الأحمر لما يكون مرسوم داخل الهيستجرام في هذه الحالة بيدي قوة للاتجاه يعني ده معناه أن الاتجاه صاعد في هذه المنطقة صعودا قويا نظرا لأن منحنى المتوسط المتحرك تسعة يقطع أعمدة الهيستجرام من الداخل وبالتالي ده بيدي قوة للشراء وفرصة للمشترين بعمل صفقات شراء والعكس في حالة البيع لما يكون المتوسط المتحرك الأحمر متداخل مع الأعمدة الموجودة في حد ذاتها أسفل مستوى الصفر وهي في حد ذاتها تتناقص في الأطوال هذا يؤكد قوة الإشارة الهابطة إذن أول استخدام للمتوسط المتحرك تسعة اللي باللون الأحمر هو ما يسمى بخط الإشارة بعرف منه قوة الإشارة طول ما المتوسط المتحرك موجود ويقطع خطوط الاستجرام فهذا تأكيد على أن الزخم قوي الحالة الثانية اللي بيستخدم فيها المتوسط المتحرك تسعة هو أنه بيعرفني بداية ضعف الاتجاه كيف يكون هذا؟ يعني إزاي أعرف فعلاً أن الاتجاه بدأ يضعف لما يخرج المتوسط المتحرك تسعة اللي باللون الأحمر عن مستويات الهيستجرام ويصبح بعيداً عنها وغير متقاطع معها هنا بالنسبة لي هيكون ضعف في الاتجاه أما الحالة الثالثة من حالات استخدام المتوسط المتحرك تسعة اللي باللون الأحمر مع مؤشر ماجد هي إشارة تداول بيع أو شراء يعني لو كان عندي الاتجاه صاعد عرفنا ذلك من خلال الأعمدة وكمان عرفت أنه صاعد من خلال الزخم وعرفت أنه اتجاه صاعد من خلال المؤشر نفسه الموفينج اللي هو باللون الأحمر كده أنا عرفت أني دي إشارة قوية ولما نبص على الأسعار هنلاقي فعلاً في المساحة إيه؟ هنلاقي أن هذه المسافة كلها السعر يصعد فيها بشكل ملخوظ وملفت جداً لكن أنا إزاي أحصل على إشارة بيع واستفيد من الهبوط اللي حصل عندي في المنطقة إيه؟ زي ما قلنا قبل كده في تعريف المتوسط المتحرك هو عبارة عن خط الإشارة هذا الخط هو بمثابة النقطة اللي ممكن أنت تبيع منها أو تشتري منها طيب كيف يكون ذلك؟ إزاي أعرف نقطة الدخول هذه بيعية أم شرائية؟ لازم الأول أبص على الهيستجرام لو أنا وصلت ما بين رؤوس الأعمدة اللي على الهيستجرام وعملت منحنة منها هنحصل على هذا المنحنة اللي باللون الأخضر يتقاطع مع منحنة المتوسط المتحرك تسعة اللي باللون الأحمر نقطة التقاطع هذه هي إشارة بيع في المجد على الرغم من أن الاتجاه صاعد والعكس صحيح لما يكون في حالة السعر مثلا في اتجاه هابط وبعدين يديني هذا التقاطع فده نوع من الإشارات الاستباقية للشراء وهذه الاستراتيجية فعالة جدا وبتديك أماكن دقيقة في معظم الحالات اللي هيكون فيها إناكاس في الأسعار وبكذا يبقى عرفنا إزاي أنا بستخدم مؤشر المجد من خلال مستوى الصفر اللي بيحدد الاتجاه والأعمدة التي تؤكد القوة والزخم وكمان المتوسط المتحرك اللي بيديني قوة الإشارة وبيديني بداية ضعف الاتجاه وكمان بيديني إشارة التداول بالبيع أو بالشراء وعلى هذا الأساس نقدر نقول أن مؤشر مجد يستخدم في تحديد نقاط الدخول بالبيع أو بالشراء ومعرفة الاتجاه والزخم المجد بساعة فقط المتداول على فلترة الصفقات اللي ممكن يدخلها وبكذا يبقى شرحنا هذه المكونات الثلاثة معا وهي مستوى الزيرو ومتوسط الحركة والأعمدة أو ما يسمى بالهيستوجرام وعرفنا كيف تستخدم هذه الأشياء على الشارط في عمليات التداول هذا هو أول استخدام لمؤشر المجد من خلال الاعتماد على الإعدادات الإفتراضية وعلى المكونات الأساسية لهذا المؤشر توجد استخدامات أخرى لهذا المؤشر مثل معرفة الديفرجنس بمختلف أنواعه وكذلك أنماط مؤشر المجد حيث يوجد ثلاث أنماط رئيسية للمجد هذا ما سنتناوله بالشرح والتفصيل في المحاضرة القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته